في مصر قررت محكمة النقد إلغاء حكمي محكمة الجنايات بإدراج اسم لاعب الأهل ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكا من على قوائم الإرهاب في حين ستنظر محكمة أخرى في القضية بعد قبول محكمة النقد الطعن على قرار محكمة الجنايات وضم القرار إلى جانب أبو تريكا 1529 شخصا آخرين بينهم أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة والذين تم إدراجهم أو أدرجتهم محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة باسم تمويل جماعة الإخوان وكانت تحريات أجهزة الأمن المصرية كشفت عن امتلاك أبو تريكا ثلاث شركات إحداها سياحية نظمت رحلات لعناصر الإخوان إلى تركيا كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكا كانت تخصص للإنفاق على تلك العناصر رفع اسم أبو تريكا من قائمة الإرهاب دي حاجة كويسة جداً لأن المفروض أسنان راجل ده تقيم نوالد يعني تظلم جميل وأنا من الناس اللي بحبه جد راجل ده فرحنا كتير ومن الناس اللي هم جد يعني فخر العرب كلهم ناش كلام مفتخرين بي لازم إحنا كمان نكون مفتخرين بي والله أنا بتمنى من كل قلبي الموضات يكون فعلاً اترفع اسمه من قوام الإرهاب بأنه يرجع نادي الأهلي تاني ويكون يتعلم الدرس كويس قوي أنه ما يتورطش مع الإخوان في حاجة تانية ويتكلم بس في الرياضة هو كراجل رياضي أو راجل على أخلاق ما فيش كلام محدش يختلف عليه لكن نتمنى أنه هو الفترة الجاية إن شاء الله يلتزم رياضياً أمور الجواب السياسي والله قرار جميل من الحكومة يعني أبو تريكا لعب كبير إدل النادي الأهلي كتير وإدل المنتخب مصر وشرف الكورة المصرية كتير في قراط أفريكا مع أهلي في كأس العالم للعندية وأخلاقياً لعب كبير وإدل القرار المصرية كتير فهذا قرار ممتاز يعني حاجة تحسب لهم يعني دقائق قليلة وسيكون معنا من القاهرة العاصمة المصرية اللي مناقشت هذا الموضوع تحديداً أحد المحامين هناك ونذكركم بأن المحكمة محكمة النقد المصرية ألغت حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم اللاعب أم حمد أبو تريكا من على قوائم الإرهاب إضافة إلى المئات من الأشخاص الآخرين إذن أرحب بضيفي الذي بات جاهزاً الآن من القاهرة الأستاذ عصام حجاج محامن بن نقد مرحباً بك أستاذ عصام وأهلاً بك دائماً معنا على شاشة الحدث أسألك السؤال الذي تداوله الكثيرون بداية بعد هذا الإعلان من المحكمة محكمة النقد هل هذا يعتبر لربما طعماً بين قوسين لاستدراج أبو تريكا إلى مصر ثم حبسه أو ثم محكمته لاحقاً بسم الله الرحمن الرحيم هو للأسف الشديد الناس متخيلة أن القرار بتاع محكمة النقد ده غير من الأمر شيء كأن لم يقع بمعنى أن ما زال الملف كما هو بمعنى آخر نحي القانونية أن ما زال محمد أبو تريكا وغيره من المتهمين المدرجين بقوائم إرهاب ما زال القرار كما هو ساري في حقه محكمة النقد مش زي مشايع على السوشيال ميديا أنها تم إلغاء القرار لم يلغى القرار ولكن المحكمة قابلة الطعن المقدم وعادت قرار الإدراج لنظره أمام محكمة جنيات أخرى غير التي أصدرت قرار الإدراج بمعنى أن محكمة الجنيات التي سيتم عرض قرار الإدراج الصابق اللي قبلت النهاردة الطعن فيه محكمة النهار يجوز لها أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله طيب واحد يجي يقول لي النهاردة القرار كما هو نعم القرار كما هو لأن فيه أثار تبعية لصدور القرار ما زالت قائمة بمعنى أنه يحق للدولة سحب جواز الصفر عدم جواز تجديده إلغاءه ما زال أموال أبو تريكا متحفز عليها هو والآخرين ومن ثم لم يغير ما صدر اليوم من الأمر شيئا طيب إمتى حينما تصدر محكمة النهارد قرار بإلغاء هذا القرار محكمة النهارد اليوم لم تلغي هذا القرار ولكن قابلت الطعن وأعادت قرار الإدراج لمحكمة جنيات أخرى غير التي أصدرت قرار الإدراج السابق طيب هذا القرار أيضا يمنع أو لا يخول أبو تريكا وغيره إلى العودة إلى مصر محمد أبو تريكا على ما أعلم لم يصدر له قرار بالضبط والإحضار ولكن العودة إلى مصر زي ما نقول ما هو أصلا وهو موجود في قطر يجوز أنه هو يعود إلى مصر ما قلتش لا لكن هذه القرارات بمجرد صدور قرار الإدراج لا يحق له الترشح في مجالس إدارات الأندية بيفقد حسن السر والسمعة بمجرد صدور قرار الإدراج بوضع على قوائم الإرهابيين أو الانتماء إلى جماعة محظورة ومن ثم لو رجع مصر زي ما احنا بنقول مش هيعرف يخرج من مصر لأنه يحق للدولة وفقا للأصال التبعية أنها تسحب جواه الصفر أو عدم تجديده أو منعه من الصفر كل هذه القرارات موجودة وموجودة قبل محكمة النقد النهاردة ما تقبل الطعم يعني النهاردة لم يغير ما أصدراته ومحكمة النقد اليوم شيئا مما صبق طب ما الذي يعنيه يعني ذلك ما الذي يعنيه لم يغير شيئا ما حدث اليوم لم يغير شيئا كل هؤلاء الذين قيلوا بأنهم رفعت أسماؤهم من لوائح الإرهاب بقوا فيها طب يعني هذا الأمر يمهد مثلا لتبرئتهم لاحقا مثلا ضمن السيناريوهات أستاذ عصام طيب بص حضرتك عشان بس يبقى الناس كلها والمشاهدين عارفين اللي حصل كالقاتي حصل أن القرار صدر سنة 2018 لمدة خمس سنويات أصدرته المحكمة قرار بإدراج محمد أبوتريكا وآخرين 1529 على قوائم الإرهابيين طيب أنا عندي المحكمة النيابة العامة بتتقدم بالنسبة لكيانات الإرهابية وبالنسبة لأسماء الإرهابيين بتحصر العدد بتقدمهم بمذكرة من النائب العام إلى محكمة الجنايات مشفوعة بالمستندات والتحريات كل شيء ممكن يدين هؤلاء المتهمين ومحكمة الجنايات بتصدر هذا القرار بتصدر بناءنا على إيه طب مين الإرهابيين اللي هم موجودين في قائم الإدراج أو الكيانات الإرهابية كيانات الإرهابية معروفة أي منظمة أو مؤسسة أو جماعة بتعركل سير القانون بتعركل الدولة عن الأداء أعمالها النهاردة بتؤذي الآخرين بتعرض أموالهم أو حياتهم للخطر وبالنسبة للأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات أو اللي بيمولوها هذه القوائم بتعرض على محكمة الجنايات محكمة الجنايات إذا رأت أن تصدر قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين بتصدر هذا القرار هذا القرار بمجرد صدوره يجب النهاردة أنه ينشر في الجريدة الرسمية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أصبح هذا القرار ساري في حق هؤلاء لمحكمة النهارة محكمة للنيابة العامة ولزو الشأن أن يتعانوا في ذلك القرار خلال ستين يوم اللي حصل كالقات أنه تم إدراج الكينات الإرهابية والـ 1529 سنة 2018 بموجب القرار 5 وصدر ذلك القرار وساري لمدة خمس سنوات تنتهي في 23 سنة 23 النيابة العامة طلبت من محكمة الجنيات مد هذا القرار وفقت محكمة الجنيات على مد ذلك القرار لسنة 28 ذو الشأن اللي هم المحامين اللي احنا بنقول عليهم اللي هم بيتقدموا بيطلب أو طعن على ذلك القرار أمام محكمة النقد طعنوا على ذلك القرار فيه فرق بين أن محكمة النقد تلجي هذا القرار وفيه فرق بين أنها قابلة التطعن الفرق بين الأتنين إذا ألغت هذا القرار أصبح حكم بات ومن ثم ده اللي احنا بنقول عليه التصدي أصبح حكم بات وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك إلغاء لذلك القرار ما حدث اليوم غير ذلك على الإطلاق هي قابلة تطعن وأعادت القرار لمحكمة جنات أخر ومن ثم أصبح القرار كما هو لم يلغى بعد يلغى إمتى بصدور حكم بات من محكمة النقد والأمر الثاني أن النيابة العامة ممثلة في النائب العام تتقدم لمحكمة الجنات زي ما حصل بالنسبة لصفوان سابق وتقول خرجوا الرجل ده من قائم الإرهابيين أصبح الرجل دوت حسن السر والسومة يبقى حاجة من اتنين يتلغي محكمة النقد القرار يلنائب العام يتقدم بإخراجه من قائم الإرهابيين اللي حصل النهاردة مش دع على الإطلاق اللي حصل النهاردة قبول الطعب ومن ثم أعادت الأوراق إلى محكمة جنيات أخرى لنظر في ذلك القوائم أو ذلك الإدراج الأصار التبعية اللي موجودة على قوائم الإدراج ما زالت موجودة وضحت الفكرة عذرني جدا حقص على موال زي ما هو انتهى وقتنا أعذرني جدا أستاذ عصام كل الشكر لك على هذه الإضاحات والمعلومات من القاهرة الأستاذ عصام عجاج محامن بن نقدة